كابتن سيد طيب المهند سعد لي كان بيسألك إيه لستعدادات ورؤية الجهاز لمباراة أتلتكو مدريد طبعا يعني مباراة أتلتكو مدريد المباراة العالمية والتاريخية في نفس الوقت ممكن تبقى أجملنا طبعا تستاذ كلكم مليان والناس كلها تبقى موجودة فيه زي دوات وكمان على المستوى العالمي صباح حلو أبس يعني حتى لما تيجي تتكلم على تفتيت الأهلي على المستوى العالمي حاجة الحمد للأرض عميزة الاسم معروف شكل دهاي تبقى على كل سنة وعلى كل سعيد العالمي من أكبر الأدية التي تبقى على الساحة العالمية فدي سلسلة من المباراة التاريخية اللي بيكونها إتادة أهلي واللي بتظهر معلقة بالأزهال معلقة بالمصدان معلقة حتى تمهير كل مصرية مش طرطية طب التأكيد دي حاجة هاجل جدا يعني طب قول لي أنا بس عايزة أسأله في الحتة دي الحاجة عندي اختراح كابتن سيد يعني توجهته الدعوة لمجموعة من اللاعبين حنقولهم دلوقتي عندنا وفي ناس وفقت عندنا الموافقات لكن كان هناك تفكير أن يدعى محمد صلاح ولكن تصور النادي الآل أنه عنده مباراة في اليوم التالي خلاه ما أبعتش أنا رأيي أن أنا أبعتله حتى لو اعتذر هذا حدث سيلفت النظر في أوروبا تحديدا إلى هذه المباراة وهميتها مجرد أن الجواب يروح له حتى لو اعتذر شيء حيفيد جدا جدا العام من هذه المباراة السلام ضد الإرهاب فأرجو أن يتبعت الجواب حتى لو إحنا متأكدين من الاعتذار بالتأكيد نتحدث معك التفكير ونرجع فعل الإدارة ونجد أن يمشي إزاي لكن محمد صلاح يعني واحد من الناس اللي هي تستشع من هو مصر يعني بالتأكيد ودي حاجة كويسة وهنقل الموضوع التفكير وبعد كم ينقلها الإدارة عندنا المصار مجرد إجاب ما هيروح هناك هتلاقي هيبقى مجال خبر يعني في الدوري الإنجليزي وأوروبا الاعتذار أيضا حيبقى فيه هذا الكلام وحتلقي محمد صلاح نفسه بيكتب كلام طيب عن هذا الموضوع وهو المطلوب في هذه المباراة تحديدا التي يترقبها العالم بالتأكيد هكذا العالم